مستشفى الثورة العام في تعز الذي كان هدفا سابقا لكثير من قذائف ميليشي الحوثي والمخلوع وليزال صار ايضا هدفا للمجموعات المسلحة تكررت الاعتداءات على المستشفى وطواقمه خلال الفترة الماضية الى حد اقتحامه وقتل احد الجرحى الذين يتعالجون داخله قبل ايام وهو ما دفع الاطباء الى اعلان اضراب شامل بعد تعرض ثلاثة من الموظفين لاعتداء من قبل افراد الحماية المفترضين داعين الى استبدال هؤلاء المسلحين بافراد من القوة الامنية والعسكرية في المحافظة لم يتحقق ذلك المطلب حتى اللحظة وتمضي الامور باتجاه الاسوأ حيث علنت هيئة المستشفى اغلاقه بما في ذلك قسم الطوارئ يوم الجمعة الماضي قبل ان يعلن الاطباء نقل عملهم الى مستشفى ميداني بعيدا عن المستشفى بعد تزايد الانتهاكات التي تعرض لها الطاقم من قبل المسلحين الذين يرفضون اخلاء المكان تقول مصدر عسكرية ان قائد محور تاعز وجه الالوية بحماية المستشفيات في مدينة تاعز بناء على طلب محافظ المحافظة وتم تكلف اللواء 170 دفاع جوي بمهمة حماية مستشفى الثورة الا ان مسلحين استبقوا هذا الاجراء ونشروا قناصة على سطح المستشفى وعند وصول قوات اللواء 170 اطلقوا النار عليهم وعلى الموظفين في تأكيد على رفضهم التسليم في المدينة التي تعاني من انهيار المنظومة الصحية وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة بسبب قصف ميليشي الحوثي والمخلوع تبدو المشكلة الامنية سببا مضافا سيؤدي حتما الاتساعي هذه المشكلة ويمثل خروج مستشفى الثورة عن الخدمة بامكانياته المحدودة اساسا مشكلة نظافية سترقي بأثارها على الوضع الصحي في المدينة فيما لا تزال اجراءات السلطات المحلية غير قادرة على ايجاد معالجات حقيقية للوضع القائم اشتركوا في القناة